منتخب السعودي اللي نجح فيه تقديم مستوى مميز طول البطولة يعني طبعا بداية من هزيمة الأرجنتين اللي فضلت يمكن كل العنوين الرياضية على مدى أيام في كاس العالم تتكلم على الهزيمة دي لأنه لم تكن متوقعة بأي شكل من الأشكال حتى المباراة الأخيرة أمام طبعا المنتخب السعودي والمكسيك لكن كان موجود وحاضر منتخب السعودي وكان بيحاول حد آخر وقت وحتى المكسيك كمان خرجت من البطولة المغرب بقى قصة تانية والمغرب إن شاء الله مكملة وإحنا كلنا أكيد بندعم المغرب كفريق عربي نجح أنه هو يسعد في أول مجموعته على حساب كرواتيا وبلجيكا وكندا وده طبعا شيء رائع وجميل والمونديال ده يعني الحقيقة كل المعلقين بيقولوا أنه مختلف لأنه حاجات ما كانت متوقعة يعني حتى هزيمة مثلا مثلا هزيمة ألمانيا في الأول كانت هزيمة مبكرة مثلا أسبانيا عملت إيه مع كوستاريكا في الأول فإنت طول الوقت بتشوف حاجات الحقيقة مختلفة وإنت مش عارف بالزبط إيه إيه اللي بيحصل في كاس العالم والله أعلم كمان لما هنبدأ وحيصعده في الآخر إيه اللي ممكن هيحصل وحنشوف مع بعض الكورة وده كاس العالم الجميل في كاس العالم السنة دي أنه المسحة العربية يعني أنه على المسحة العربية مدياله نكهة مختلفة يعني وطبعا خلينا نقول أنه كمان النهاردة أسبانيا واليابان سعدوا وسعدوا لدور الستاشر وطبعا ده يعني أسبانيا الحقيقة يعني بتلعب كويس وحتنافس اليابان كمان بتلعب كويس فدول حتبقى يعني حنشوف مباريات كتيرة جدا وطبعا عايدين كمان خروج طبعا النهاردة ألمانيا أنها تخرج من البطولة شيء غريب بس أنا عايز أقول لكم أن الصحافة الرياضية الألمانية من أول الهزيمة ما كانش يعني متفقلة يعني كان عندهم ومعترضين طول الوقت ومتضيقين فيبدو أنه الحظ لم يحالف ألمانيا رغم أن ألمانيا دي من الناس اللي أحرزوا ومسجل باسمهم في تاريخ كاس العالم أنهم أخدوا كاس العالم بس زي ما قلت لكم كاس العالم هذا العام مختلف وإحنا سعداء جدا بالفرق الرياضية أنه كان لها تواجد وأنه كانت بتحاول طبعا كان في سنة أنه هم يكملوا بالزاة السعودية وتونس اللي لعبوا الحقيقة كويس جدا وكانوا موجودين لكن يعني أعتقد هم حيرجعوا كل الكلام ده الأداء كان مشرف الحقيقة وكان أداء رائع ويمكن الحماس اللي شفنا بيه السعودية والأرجنتين في المباراة الأولى لسعودية خلانا كمان لحد الأمس وإحنا بنتابع أيضا السعودية والمكسيك كان عندنا أمل للسعودية كمان جابت جول وطبعا النتيجة كانت اتنين واحد لصالح المكسيك لكن كان عندنا أمل برضو كان أنهم يعملوا ده المتخب التونسي بقى على فرنسا بطل العالم أيضا حيبقى مسجل في التاريخ لأن أنت بتلاعب بطل العالم وبتلاعب كمان فريق دخل من أول كاس العالم بيلعب كويس جدا وهو كمان ما بيخسرش لكن طبعا أنه يخسر من فرنسا وخدوا بالك أنه تونس وفرنسا وعداد كبير من توانسا عايش طبعا دي كانت عاملة برضو حزازيات في المعلم اشتركوا في القناة